السلام الله عليكم انظروا إلى هذا الغلام الأمر دي شمقمق يقول صفة الرحمانية هي التي استوت على العرش يعني ليس الله الذي استوى على العرش إنما صفته يعني صفته انفكت وتجزأت وتخلت عنه والعذب الله ثم ذهبت إلى العرش واستوت عليه أما الله فهو ليس على العرش فقط صفته هذا يعني تجسيم وتجسيد وتجزيء وتقسيم لله وتبعيض لله أن الله تبعض يعني صفته انفكت عنه وذهبت واستوت على العرش أما الله فهو ليس مستوى على العرشه أليس هذا حلول حوادث في ذات الله وصفات الله أليس صفته أزلية أما أنها أصبحت الآن يعني صفات يعني محدثة وتستوي على العرش لا حول ولا قوة لب الله أسمعي لكلامه رحمن على العرش استوى واضحة وعبارة من حيث القرآن الكريم الذي نزل بلغة العرب للسان عربي مبين الرحمن هي الصفة الرحمنية لله تبارك وتعالى فالله تبارك وتعالى يخبرنا بأن صفة الرحمة أو صفة الرحمنية استوت على جميع ملك الله تبارك وتعالى فالعرش في الآية الرحمن على العرش أي على ملكه صفة الرحمنية استوت على ملكه سبحانه وتعالى ما قال الله بذاته على العرش كما يقول خوارج السلفية المقسمة المشبهة المحرفة بكتاب الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى واضحة وعبارة من حيث القرآن الكريم الذي نزل بلغة العرب لسان عربي مبين الرحمن هي الصفة الرحمنية لله تبارك وتعالى فالله تبارك وتعالى يخبرنا بأن صفة الرحمة أو صفة الرحمنية استوت على جميع ملك الله تبارك وتعالى قال صفة الرحمنية استوت وده يعني وأشار بيديه ها يا مجسم والله شفتوا يعني سبحان الله كفرية تخرج من فيه يعني سبحان الله يقول ليس الله الذي استوت على العرش إنما رحمنيته يعني صفة الله هي اللي تستوت على العرش يعني صفته انفكت عنه انفكت عنه سبحانه وتعالى وتجزأت منه ثم ذهبت واستوت على العرش وقبل أن يخلق الله العرش صفته الوحدانية الرحمنية كانت يعني ليست مستوية على العرش وليست مستوية يعني على الملك ثم بعدما خلق الله العرش استوت رحمنيته على العرش يعني هذا حدوث يعني هذه قيام الحدوث يعني قيام الحوادث يعني في صفة الله وفي ذات الله هذا ما تنكرونه يعني يعني وتنسب وله هنا يعني ثم تنكرونه علينا ثم أنتم تثبتونه لا إله إلا الله صفعة جديدة لهذا الغلم الأشعري الصوفي القبوري المجرك ترجمة نانسي قنقر